لا عليك يا سولاية وحيفضل دايما عمر السولاية واحد من الممتعين للنادي الأهلي أو من لعبة النادي الأهلي زيه زي بقية اللاعبين رحية احنا نبالح تكلمنا على أربع لعبين يستحقوا المسندة ويستحقوا الدعم علي معلول ومحمد الشناوي ومجد أفشا وشريف النهاردة عمر السولاية وأيضا الصخرة القادمة أو الصخرة الواعدة في دفاع النادي الأهلي اكتشف نفسه من الباب الكبير لما كيروش راهن عليه وكسب رهانه وهي هو محمد عبد المنعم مدافع الفريق الصلط واحد من اللاعبين الرجالة اللي ناشأ داخل جدران النادي الأهلي لشان كده هو عارف كويس قوي قيمة تشيرت النادي الأهلي هنروح نشوف تقرير عن محمد عبد المنعم ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى طيب ده طبعا دول اتنين من اللاعبين اللي احنا بننتظر منهم إن شاء الله لو كان لهم نصيب ويلعبوا في المباراة القادمة نكون لهم دور كبير جدا مع النادي الأهلي سواء عمر السلية أو محمد عبد المنعم زي ما قلت لحضراتكم ايه التشكيل اللي حيلعب مين اللي حيلعب محدش لسه عارف ايه اللي ممكن يحصل ايه اللي في دماغ ريكاردو سوارش خلال الفترة اللي جاية لانها مباراة صعبة جدا جدا في توقيت صعب في توقيت صعب خصوصا لما زي ما قلت لحضراتكم انا دايما لما باجي اتكلم بحب اتكلم بالأرقام لما بقى لاعب اكتر من سبعين مباراة في الموسم الواحد لازم كله يسكت لازم كل الناس بعض ما لا يشجع نادي الأهلي لازم يسكت جمهور الأهلي يعمل لو هو عايزه وقول له هو عايزه ما بينهما بين لعبته ينتقد أداء ينتقد زي ما هو عايز يعمل لو هو عايزه لانه في الاخر بيعقل الأمر وبيفهم اللعبة دي تعبانت دي ايه واللعبة دي نفسها تعمل ايه لان لغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمل زي ما بيقولوا دايما فبالتالي كل اللي بيحصل ده اكتر من سبعين مباراة فاقل من سنة فاقل من سنة اكتر من سبعين مباراة زي ما قلت لكم قول لي حد لعب اكتر من خمسة وخمسين ستين مباراة في العالم كله في العالم كله ما حصلتش قديني بقول ثلاثة ياما هوا ما حدش بيقول لي حاجة ما حدش بيرد علي وما حدش بيبعث لي حد ليه لان لعبت النادي الاهلي اتناشر تلاتاشر بطولة اعتقد في سنتين تخيل حضرتك ان انت بتخشي اتناشر بطولة في سنتين او اقل من سنتين بشوية تعب ذهني كبير جدا و تعب عضلي كبير جدا ان شاء الله كل ده يبقى مختلف في يوم الخميس اللي جاي كلنا ثقة في لعبتنا كلنا هنقف في ظهر لعبتنا ما عندناش اي مشكلة مع اي حاجة هنفضل في ظهر لعبتنا و هنفضل نساندهم لان هم دول اللاعبة اللي جابولنا كاس افريقيا واللي جابولنا تلت عالم مرتين و كاس افريقيا مرتين و وصلنا نهائي في التالتة و حصل اللي حصل في المباراة النهائية زي ما حضراتكو عارفين يعني خسرنا بفعل فعل مش عايز اقول بس هذا الكلام موسيقى موسيقى